شدد الرئيس عبدالفتاح سيسي على ضرورة خفض التصعيد بقطاع غزة فضلا عن رفض تعريض المدنيين لسياسات العقاب الجماعي من حصار وتجويع أو تهجير وخلال استقبال وزيرة خارجية فرنسا كاترين كولونا أشار الرئيس سيسي إلى تدهور الأوضاع الإنسانية بقطاع غزة وما يستوجبه ذلك من ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته بتوفير الاستجابة الإنسانية والإغاثية العاجلة لأهل القطاع وتخفيف من وطأة معاناتهم وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن لقاء شهد تأكيد الجانبين أهمية الطابع الاستراتيجي للعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والثقافية فضلا عن التنصيق والتشاور المكثف بين الجانبين بشأن مختلف الملفات السياسية والأمنية ذات الاهتمام المشترك والذي انعكس خلال الأيام الماضية باتصالات هاتفية مكثفة بين الرئيس السيسي والرئيس الفرنسي مانويل مكران بهدف دعم وصون الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وحوض البحر المتوسط والقارة الإفريقية وقد شهد اللقاء تبادل الرؤى ووجهات النظر تجاه آخر تطورات أبرز القضايا الإقليمية خاصة ما يتعلق بالتصعيد العسكرية في قطاع غزة حيث عرض الجانب الفرنسي رؤيته في هذا الصدد مع الإشادة بالدور المصرية المحورية في التعامل مع هذا الملف الإقليمي بحكمة ومسؤولية من مختلف جوانبه السياسية والإنسانية وتم التوافق بشأن خطورة الموقف الحالي وتهديده لأمن واستقرار المنطقة وضرورة العمل على الحالولة دون تساعة دائرة نزاع فضلا عن حماية المدنيين ومنع استهدافهم واحترام القانون الدولي الإنساني